الحديث بالفساد ومكافحة الفساد اسنين احنا نسولف به وامنياتنا تكبر ونتمنى ان نصل الى نتائج مرضية بلا مجاملات تشكلت لجدة الامر الديواني رقم 29 والاترأسها الفريق ابو رغيف راحت اجت نسجنه وتحققه ومدل شنو كثيرة هاي القضية اليوم حتى نتيقن ونعرف الخيط الابيض من الخيط الاسود ونناقش بموضوعية وبحيادية وبمهنية ما الذي تحقق اليوم انا راح اعرض عليكم اسماء المتهمين التي حققت بها اللجنة التي شكلها السيد الكاظمي والتي رأسها السيد احمد ابو رغيف بالاسماء وبالارقام وبالاحكام وشكت باقة والولد اولا احمد عبد الجليل حسين عطوان الساعدي بها عبد الحسين عبد الهادي محمد سعد جميل هويدي محمد دحام عبد العزيز عادل عطية اخذير حسون وايضا عدنا مهند جبار محمد وعدي اوس راد عبد الجبار سبع نزار عويد جاسب محمد نوفل حمادي سلطان يوسف العاقوب ياسر جاسم علي حمود جواد جواد عبد الكاظم علوان هدل افراح محمد عبد علي جواد ولا عبد الجواد احسين مراد راد قاسم محمد علي بها علي عبد الرزاق الجوراني علي صالح هادي عطار ذول المدانيين تقريبا 16 اسم ذول كانوا متهمون بقضايا حكم عليها واخرى تنتظر الحكم القضائي هاي الاحكام هي جزء من الاحكام التي ستصدر بحقهم الان انا راح اتناول اسم اسم وش يشتغل وش يمسوي وش قد بايك بس المشكلة هاي الاسماء مشاهدين الكرام وفقا للوثائق اللي عندي انه بلغت الاموال التي استهدفتها لجنة مكافحة الفساد من بداية عملها الى اليوم ثمانية تريليون وخمستاش مليار وستمية او تسعة وستين مليون وثلاثمية وسبعة وثلاثين الف واربعمية وعشرة دينار عراقي دولة ستتاش واحد ثمانية تريليون هسا انا راح ابدأ بالاسماء اسم اسم وشيشتغل وشنو وظيفته الا اولا السيد او المتهم احمد عبدالجليل احسين علوان السعدي مدير عام صندوق التقاعد نوع القضية فساد مالي ويداري الاموال اللي استحوذ عليها السيد السعدي خمسة مليون دولار امريكي اثنين مليار دينار عراقي عدة حكمه انا بو شعب حكم بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات هو غرامة مالية عشر ملايين دينار انتو كل واحد يسجل ملاحظاته مثل مائلد زيان شباب انتو سمعوا انا عارض بالوثيقة هذا الاول الثاني اللي هو المتهم بها عبد الحسين عبد الهادي محمد هذا بولكي كارد مو مدير الشركة العالمية للبطاقة الذكية قضيته فساد مالي الاموال اللي اخذها بها او استحوذ عليها اربع مليارات دينار عراقي المفقودة من اموال الدولة واحد تريليون بها محكوم علي اربع سنوات غرامة مالية عشرة مليون اربع مليارات غرامة مالية عشرة مليون وحكم اخر حبس شديد ثلاث سنوات هذا الثاني الثالث اللي هو سعد جميل هويدي حولي او حولي سعد مدير عام النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار الوطنية سعودي قضية تلقي رشاوة من المستثمرين الاموال العدس سعد ثلاثمائة مليون دينار عراقي او خمسمائة الف دولار سعود حكم اربع سنوات خلي خلص سعد ودوني على المتهم محمد دحام عبد عزيز حمودي موظف بالمسرف الزراعي التعاوني او جاسم ماخذ رشاوي لنجاز معاملات محكوم ست سنوات ومغرم عشرة مليون دينار عراقي ما وصلتني معلومات يعني بال اشقد ما اخذ مشكلة نوية حمودي والله ما تخلص شب حمودي بالبلد بس هو حمودي طلع حيث لانه الحموديات هواء لانه يطلع الولد السر بيه لانه طلع يا علا حمودي شوفوا لي مهند ها عادل عطية يعلم كيفكم عدوا لي عادل عطية خضير حسون معاون مدير عام المصرف الزراع التعاوني قضية تياخذ رشاولي انجاز المعاملات السجن المؤقت ست سنوات مع غرامة مالية عشرة مليون دينار عراقي انا والله هذا ما سامع بيه السجن المؤقت حتى اسأل ضيوفي عليه اللي وراء عادل يا همام هنودي المتهم مهند جبار محمد رحان موظف في المصرف الزراع التعاوني نوع القضية القرار مو هاي ما طالع عدكم انتو هنا القرار 160 لسات ما خضر شاوي مهند القطاع المتضرر القطاع الاقتصادي والزراعي ايضا سجن مؤقت ست سنوات غرامة عشرة مليون شي خلصهم ستعاش وعد اقول لك انا يبكر راح يجينا عقد عمل اصير بباب المحكمة صيح اسماع المتهم او سراد عبدالجبار سبع اي او موظف بالمصرف الزراع التعاوني قضية القرار 160 لسات 83 ياخذ رشاوي انجاز المعاملات القطاع المتضرر الاقتصادي والزراعي ايضا سجن مؤقت ست سنوات مع غرامة مالية 10 مليون ايه يمكن عدنا نزار نزار عويد جاسم محمد مدير فرع تكريت المصرف الزراعي للتعاون قضية نزار ايضا القرار 160 سات 83 نزار ياخذ رشاوي انجاز معاملات حكمه ست سنوات مع غرامة 10 مليون القطاع الاقتصادي والزراعي هاي انا هنا يعني ما قدرت اتوصل حقيقة الى حجم المبالغ بحق هؤلاء الروح النوفل نوفل المحافظ سيادة المحافظ المتهم نوفل حمادي سلطان العقوب محافظ نينوى سابقا نوع القضية ضرر عمدي بالاموال المادة 340 قانون العقوبات الاموال التي صرفت اليه من الموازنة خلال توليه المنصب اللي وكان محافظ نينوى 4 مليار دينار عراقي ها والله ما انا مقير بالارقام يقول 400 مليار والله المرات ما صدي 400 مليار دينار عراقي بالاضافة الى اموال طائلة صرفت اليه من قبل وزارة الهجرة والمهجرين الاموال استحوذ عليها ابو النون 15 مليار دينار عراقي القطاع المتضرر محافظة نينوى الحكم الحكم الحبس الشديد لسنتين عن القضية الاولى القضية الاولى المادة 340 300 400 مليار وحبس شديد لثلاث سنوات عن القضية الثانية هاي نسولف ان ذنبعدين جواد لو ياسر اجواد ياسر ياسر المتهم ياسر جاسم علي حمود المهنة مدير مفوض شركة نجمة بغداد مستثمر والله يا همام انا نجمة بغداد هاي حاجة عليها عندي ملفات حتيتها عليها هذا ياسر يضطر شاوي الموظف خدمة مكلف محكوم على المادة 308 و310 القطاع المتضرر الاستثمار ياسر محكوم سنتيا مع غرامة 10 مليون دينار الوراء المتهم اجواد عبدالكاظم علوان هدل اجواد عضو مجلس ادارة النجف سابقا مطار النجف ابو الجوج محكوم على القرار 160 لسنت 83 هم ياخذ مبالي وحالة عقود قراج المطار القرار 160 لسنة 83 اخذ مبالغ عن احالة عقد مطار النجف 19 على ثانية رقم 30 لسنة 2011 من قانون النزاة كسب غير مشروع كثير ما اخذ اجواد ابو الجوج ما اخذ 15 مليار دينار عراقي المضرر قطاع العمار عليها عليها بحق ثلاث احكام قضايا الحبس الشديد اربع سنوات مع غرامة مالية خمس ملايين دينار الحبس الشديد اربع سنوات غرامة مالية خمس ملايين دينار حبس الشديد لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها 700 ألف دولار امريكي ومليار وثمانين وثمانمائة مليون دينار عراقي والله يا جماعة أنا بهاي الارقام الثاني يذقل وعيونه وما شوف هس خلصت جواد افراح افراح المتهمة افراح محمد عبد علي جواد مدير عام ما شاء الله مدير عام مصرف الرافدين سابقا ومشاهدين الكرام تذكرون المتهمة افراح من شل تحجوياها قبل بأيام كورونا اقولها سيدتي سعادة المديرة ممكن ذولة يعني تخفضون من قضية اللي ما تقول لي ما للدولة لا نستطيع لأن هذه حقوق اخ مدير عام مصرف الرافدين سابقا قضية افراح الاشتراك باختلاص مبالغ المادة القانونية 316 عقوبات القطاع الاقتصادي الحبس الشديد ثلاث سنوات هسه كثر الفلوس يجنى غير يوم ولا عبد الجواد حسين المتهم ولا عبد الجواد حسين هم من يم يصير حاضر مدير شعبة حسابات البطاقة ما عدري ولا ابنية ولا دولة ها ابنية ايه هاي ولا ما شاء الله مدير شعبة حسابات البطاقة القسم المالي في مصرف الرافدين لولا شمسوية مختلص مبالغ المادة القانونية 316 اقوبات الضرر الاقتصادي القطاع الاقتصادي لولا عليها ثلس سنوات بالعافية ها وبعد ترخوان هذه قضايا بعد ولد علوم قضايا رعد المتهم رعد قاسم محمد علي هو غير رعد قاسم ايه ها الشباب يا هذا رعد الحارس يمكن ابو الكهرباء ايه مدير عام الدار الاقتصادية في وزارة الكهرباء ويشغل سابقا منصب مدير عام العقود رعودي قضيتك فساد مالي الحصول على سك بقيمة مليارين ومئتين وخمسين مليون لتسهيل عقد وتم الحكم اللي عليه وفق المادة القانونية قرار مية وستين سنة ثلاثة واثمانين ابو عود مستحوذ على اموال اربع ملايين وثلاث بية وخمسة وعشرين الف دولار امريكي مصرغات ذهبية هايش كثرة 390 3970 غرام وثمانية وثلاثين ولا الغرام مادر شنو الاموال اللي لقوها عده برعود اللي انضبطت مليون وستمائة وثلاثة وثلاثين وثلاثين الف وثلاثمائة دولار امريكي بالاضافة الى مبلغ خمس ملايين دينار عراقي مصرغات ذهبية 390 وسبعة غرام قطاع الطاقة سابر عود خليتنا هاي السنين كلها نامين بالحر الله لا يوفقك لا دنيا ولا آخر زيان هذا اللي قوه بالبيئة 4 ملايين تساد طالعات برشنو الوراء آه بها على عبد الرزاق علوان الجوراني مستثبر نوع القضية فساد مالي ويداري تدخل بتعيين المتهم علي صالح هادي مدير عام شركة الاسمنت العراقية لحالة عقود التجهيز إلى شركاته وفق المادة القانونية 308 قانون عقوبات وبدلالة المادة 310 قانون عقوبات القطاع الذي ألحق به الضرار الصناعة سجن مؤقت 6 سنوات أنا يمكن بالحلقات الجاية أجيب على بيبو بها إيش عنده إيش قد فلوس بقوعدي آخر اثنين المتهم علي صالح هادي العطار مو ما المتهم بها علاء عبد الرزاق وفق المادة 160 لسنة 83 هايا إلى وزارة الصناعة أبو حسين المجون 6 سنوات مع غرامة 10 مليون دينار